فكان أقرأ القرآن قراءة حذر قراءة سريعة فيختم القرآن في كل ثلاثة أيام بلا لها مرة وفي الفترة الأخيرة مرض وعلى فراش الموت حدث موقف عجيب جدا أسأل الله إن رزقنا حسن الخاتمة أذن المؤذن لصلاة المغرب وبدأ يحتضر فإذ به أثناء الاحتضار أول ما بدأ الاحتضار هكذا قال يا ودي محمد ينادي عليه يا ودي محمد اقرأ ولد كذا هو كان ديمني اقرأ يا ولد إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قل يا ولد ورايا اقرأ وظل يردد هذه الآية من أذان المغرب إلى أن أذن المؤذن لصلاة العشاء وفاضت روحه ويقرأ قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويا لها والله من خاتمة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم نهاية جيدة دي طبعا يعني تبين فضل القرآن يعيش للقرآن ترجمة نانسي قنقر